بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه في جزئه الثاني وسبق أن أخذنا الجزئية الأولى من هذا الدرس فدعونا نستعرض أهم العناصر التي مرت في الجزئية الأولى من هذا الدرس فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع جيرانه أنه كان يحسن إليهم وباب الإحسان إلى الجار لا يتعلق بشيء معين إنما يتعلق بأمور كثيرة كتفقد أحوال الجيران السؤال عنهم عيادة مريضهم سيارتهم إهداؤهم إلى غير ذلك من الأمور التي بها تحسن إلى الجار وهذا ما كان يفعله رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فقد ذكرنا من هدي النبي في إحسانه مع جيرانه أنه كان يهدي لهم كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر أن تذبح شاتا فيقسمها بين الجيران قال فذبحها فقسمها بين الجيران ورفعت الذراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن النبي لم يكن يهمل جيرانه من الهدايا بل كان يهدي ويعطيهم صلوات ربي وسلامه عليه أيضا لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا أيضا من الإحسان إلى الجار أنه عليه الصلاة والسلام كان يعود مريضهم فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه جارا للنبي صلى الله عليه وسلم فمرض فعاد أيضا زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني إذن النبي كان يزور جيرانه إذا مرضوا وهذا لا شك أنه من الإحسان أيضا من الإحسان صبره عليه الصلاة والسلام على أذى جيرانه فنحن نعلم أن النبي حينما خرج بين قريش كان يدعوهم إلى الإسلام فمنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من عاد النبي عليه الصلاة والسلام ولحق النبي عليه الصلاة والسلام أذى من هؤلاء المعتدين فالنبي كان يصبر على أذاهم وخاصة الجيران بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يرد الإساءة بالإحسان متمثلا في ذلك قوله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي الآن إخواني وأخواتي نأتي للجزئية الثانية من هذا الدرس وهنا نلاحظ هذه الصورة التي أمامكم ونرى اجتماع الأياد فهذا أو هذه الصورة تدل على ماذا؟ تدل أحسنتم نعم تدل على أن الاجتماع والتكاتف والوحدة بين الجيران تولد المحبة والألفة والإحسان وهذا الذي ينبغي عليه أن يكونوا الجيران أن يكونوا يدا واحدة محسنين إلى بعضهم حتى تدوم العشرة وتدوم المحبة والألفة الآن دعونا نستمع إلى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه إذن نعيد ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الآن دعونا نتعرف أكثر على معاني الحديث ولكن قبل ذلك نريد أن نتعاون سويا ونقترح عنوانا آخرا للدرس فنقول من العناوين المناسبة لهذا الدرس أن نقول حق الجار أحسنتم في الإسلام حق الجار في الإسلام الآن نتعرف على معاني الحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل المقصود هو جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وهو الذي ينزل بالوحي أو ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام ما زال تدل على كثرة الوصية بالجار وتكرارها إذن ما زال يعني أن جبريل بين فترة وأخرى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيه بالجار وهذا دليل على أهمية حق الجار وقوله عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه أيضا أنت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث وذلك من كثرة ما كرر جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحق الجار فإذا كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويكرر عليه حق الجار فهذا لشك دليل على عظم حق الجار في الإسلام وأن أذية الجار يأثم عليها الإنسان إثما عظيما وأن الإحسان إلى الجار أيضا يؤجر عليه أجرا عظيما لذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى جاره وأن يحسن إليه وقوله عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه هذا أيضا دليل على أن جبريل عليه السلام كان يكرر الوصية على النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن يجعل الجار قريبا من الإنسان أي من أقاربه الذين سيرثونه بعد أن يموت وكل هذا كما قلنا دليل على أهمية الجار الآن نأتي إلى كثرة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار الأحاديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار كثيرة ومن أبرز هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام خير الجيران عند الله خيرهم لجاره أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ومعنى بوائقه يعني شروره إذن النبي حرم على الإنسان دخول الجنة من كان يؤذي جاره ويكيد له المكائد وهذا أمر خطير جدا ينبغي على الإنسان أن ينتبه لذلك أيضا من الأحاديث الدالة على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك إذن إذا كانت عندك وليمة أو طبخت طبخة فلا تنسى جيرانك من أن تتعاهدهم بين فترة وأخرى وترسل لهم بعض الأطعمة أو بعض المشروبات فإن هذا يولد المحبة والألفة والإحسان بين الجيران الآن ننتقل إلى ما يستفاد من الحديث ما يستفاد من هذا الحديث أولا حرص الإسلام على ما يشيع المحبة والألفة والتآخي بين المسلمين أيضا مما يستفاد من هذا الحديث فضل إكرام الجار بدليل أنه قد تكررت الوصية بذلك أيضا مما يستفاد من الحديث تحريموا الحاق الأذى بالجار أيضا مما يستفاد من ذلك خير الجيران خيرهم لجاره خير الجيران خيرهم لجاره الآن ننتقل إلى راوية الحديث وهي عائشة رضي الله عنها فنتعرف عليها أكثر فنسبها هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أجمعين وأما صفاتها فقد كانت رضي الله عنها مشهورة بالذكاء وكذلك بالحفظ وكذلك بكثرة الصدقة وبكثرة العبادة أما فضائلها فهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة وأنها أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من فضائلها أنها أفقه النساء وأكثر الصحابيات رواية للحديث ولذلك قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وأيضا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونها فيسألونها عن أحكام الشريعة وفاتها رضي الله عنها أو قبل وفاتها النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرتها ودفن فيها ولا شك أن هذه خصيصة وفضيلة اختصت بها عائشة رضي الله عنها دون غيرها أما وفاتها رضي الله عنها فقد توفيت بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى هذا النشاط ونفكر فيه قليلا ما العلاقة بين القيام بحق الجار وانتشار المودة بين المسلمين فماذا نقول في هذا السؤال أحسنتم نعم نقول بارك الله فيكم القيام بحق الجار يساهم في نشر المحبة والألفة بين المسلمين فأنت إذا قمت بحق جارك فإن هذا ينعكس على العلاقة الحميمة والعلاقة الطيبة بين المسلمين وينتشر ذلك بينهم إذن نلخص ما تعلمناه تعلمنا في هذا الدرس أن الإحسان إلى الجار من مكالم الأخلاق التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى التقويم ونتشارك سويا في حله السؤال الأول أبين فضل الإحسان إلى الجار فنقول نعم نقول الإحسان إلى الجار أمر عظيم قد أوصى به جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مما يدل على فضل القيام بحق الجار وأنه من أسباب دخول الجنة السؤال الثاني أبين على ما يدل قوله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه قلنا يدل هذا على أن الجار كاد أن يكون بدرجة القريب الوارث لكثرة ما كان جبريل عليه السلام يوصي به ننتقل إلى السؤال الثالث أعدد بعضا من صفات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فنقول من أبرز صفاتها أحسنتم الذكاء الثاني الحفظ والثالث الصدقة والرابع العبادة هذه من أبرز صفات عائشة وإلا فصفاتها أكثر من ذلك إذن إخواني وأخواتي هذا ما لدينا في هذا الدرس وبإذن الله تعالى نلتقيكم في دروس قادمة وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته